إن لكبار السن وأصحاب الطعن في العمر حقوقًا ينبغي أن تُرعى وأن تُحفظ فمن حقوقهم ما بيَّنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإكرام والتوقير والإحسان فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء شيخٌ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسع له جاء والصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل له حاجة وقد كورت سنه وأبطأ الصحابة في التوسيع له أي في أن يوسع له مكانًا إما ليصل إلى رسول الله أو ليجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقِّر كبيرنا فنبَّههم صلى الله عليه وسلم إلى أن من حق الكبير أن يوقَّر بالتوسيع له والإكرام وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما رواه أنس رضي الله تعالى عنه يا أنس وقِّر الكبير وارحم الصغير ترافقني في الجنة